بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وجنوب الصعيد حر راتب على السواحل الشمالية وبالليل الجو هيكون مائل للحرارة راتب على كافة الأنحاء ولسه فيه ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم وده اللي هيزود الإحساس بارتفاع درجة الحرارة كمان فيه نشاط للرياح في بعض المناطق خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم أضوى المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمية وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بكيبا أهلا بحضرتك وطمينينا عن حالة الطقس النهاردة وخصوصا أن الرطوبة لسا مكملة معنا شوية بالفعل هو الحمد لله في استقرار تنفيق الأحوال الجوية الأجواء الصيفية المعتادة مازلنا بنتأثر بانتداد منخفض الهند الموسمي منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المقاصد تحمل بكماية كبيرة من بخار المياه فده اللي بيأدي الارتفاع نسهب رطوبة في الجو واللي تتجاوز 90% على المناطق الساحلية 85% على الخاهرة الكبرى والوكس البحري وجود نسهب رطوبة في الجو هو اللي بيزود أحساسنا دايما بارتفاع درجات الحرارة عامل قيم المتوقع في الظل بحوالي 3-4 درجات واللي بيخلان حسني فلتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم العظمى المتوقع على الخاهرة الكبرى في الظل 36 درجة مقوية هنحسها لو تكن 39 أو حتى كمان 40 بسبب وجود نسهب رطوبة في الجو مكملين في الأجواء الشديدة الحرارة الرسل وفترة النهار على الخاهرة الكبرى والوكس البحري وشمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء أجواء مائلة للحرارة راتبة أو حرة راتبة على السواحل الشمالية السواحل المطلة على البحر المتواصد وممكن المناطق المطلة على البحر المتواصد تبقى أعلى رتوبة لكن بيكون أقل درجات حرارة في الجنفرية كلها ده فترات النهار وخاصة كمان انها اللاحظ كده ده الفترات بتوع أشاعات الشمس ده يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة فترات الليل مع غياب أشاعات الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة لكن ما زالت نسب رتوبة مرتفع أكثر فترة الليل ونسب رتوبة فترة الليل هي تبقى أكثر من فترات النهار يعني عظمة رتوبة بنسجلها خلال فترات الليل فأجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة رتبة في معظم أنحاء الجمهورية ونسبة طبعا جيادة نسب رتوبة في شبورة مائية بتتكون على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والفريبة من المصفحات المائية وبتأدل من خطاب تطيط في الرؤية الأسوقية لكن هي صرعانة بتتلاشى مع أشاعات الشمس مع فترات المساء هنحس بيكون نشاط نسب الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى سوح النجسة المالية الشرقية بعض المناطق من سينا نشاط الرياح الموجودة هيلصف بعض الأجواء ويخلينا نحس بنسب رتوبة أقل هل رياح دي محملة بأتربة أو رمال؟ لا رياح دي مش محملة بأي أتربة وريمال مصارة هي رياح شمالية قادمة من على البحر المتوسط فغير محملة بأي أتربة وريمال مصارة احنا في أجواء صيصية معتادة اللي دايماً عادينا فيها ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع نسب رتوبة يمكن كمان خلال الوقت ده درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجة متوقع مع بداية الإسبوع المقبل أو الأول احنا هنكمل لحد نهاية هذا الإسبوع بنفس هذه الأجواء يعني عظم على القاهرة الكبرى في البن 35-36 درجة مقوية مع بداية الإسبوع ممكن درجات الحرارة ترتفع وتوصل ل37 درجة مقوية لكن مش ارتفاعات يعني أو موجة شديدة للحرارة ارتفاعات توصل ل37 درجة توصل لأربعين مهم جداً أنه خدست احتياطاتنا خاصة الصيف والأهم احتياط خاصة الصيف أنه نتجنب أشاعة الشمس بشكل كبير وخاصة فترة الظروة فترة الظهيرة 12 جهر الأربعة الوقت ده بقى شدة إشاعة الشمسي قوي بيوصل للأرض بنسجل في أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله فبخاطر الإمكان نتجنب أشاعة الشمس ولو اصطررين نبقى موجودهم في شارع لازم يكون معنا بسؤل الرأسة الشمسية أو كاب أي شيء يحمي من أشاعة الشمس المباشرة نتناول طبعاً قد رسجل من المرصبات السوائل وهموم الميا ونركض الملابس القطنية التفاضة فتحت الدول ولازم نتابع مشارات الجوية لأنه كمان احنا متوقعين اليوم يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة الغير مؤثرة على أي أعمال عنشطة يومية في بعض المناطق من أقصى جنوب السعيد أو أقصى جنوب البلاد المناطق الفضلية هي فعلها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مش هتأثر تماماً على أي أعمال عنشطة يومية لكن لازم يتابع نشارات الجوية بصورة يومية عشان لو فيه أي تغيير في الحالة الجوية بالنسبة لارتفاع الأمواج يا فاندون هو طبعاً فيه اعتدال في نشاط رياح خلال هذه الأيام على مسطح البحر المتواصل وأيضاً مسطح البحر الأحمر فبالتالي فيه اعتدال في حرصة الملاحة البحرية أتفاع الأمواج لا يتجاوز اللي فيه المتو والبحرين هيكون مؤهلين لكافة أعمال السيد والملحة البحرية وعمال الأنطار أشكرك فنايا شكراً جزيلاً للدكتورة منارغان معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدينا تعالوا انتابع درجة الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة للعظمة فيها 36 والصورة 25 العاصمة الإدارية 37-25 اسكندرية 33-24 العالمين الجديدة 33-24 مطروح 31-24 وضميات 32-24 بورسعيد 33-24 باسماعيلية 37-25 السويس العظمة فيها 36 والصورة 25 العريش 34-24 كاترين 33-18 وطابة 36-25 حلايب 36-30 شلاتين 39-29 شرم الشيخ 40-29 والغرداء 38-29 الفيوم العظمة فيها 37 والصورة 24 بني سويف 37-24 الوادي الجديد 43-26 أسيوت 41-25 سهاج 42-26 قناة 43-27 لؤسر 43-28 وأخيراً أصوان العظمة فيها 44 والصورة 29 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية نروح لأحمد وجمالاً نكمل معهم بقي فقراتنا نشكوراً كيراميشو كرانغازيراً ترجمة نانسي قنقر